أنا عايزة بس قبل ما ابتدي أقولك على حاجة لقيت أخت كتبة يا جماعة اللي محتاج دعم نفسي لحضر زلزال محتاج دعم نفسي أنا موجود عايزة أخدها أنا أنا محضرتش بس أنا محتاج دعم نفسي طبعا هي فاجعة بكل المقييس يعني زلزال مدته دقيقة واربعين ثانية وعمل تغيير في مصار قشرة الأرض وفي مصار الفرقات ما بين القرات وما بين الشكل اللي احنا شفناه على هيئة الصفائح أو القشرة الأرضية بالشكل ده كبير أنا يعني كنت بقرأ تقرير عن قوة الزلزال اللي موجودة هي كانت بسبعة ومش عارفة كم ريختر لا 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 قوة الزلزال قالك أقوى من تأثيرها أقوى من أربعين قنبلة نووية بالأثار الدمر عمل تشاق في الجبل الزلزال عمل شاق في الجبل عمل صدع في قلب الأرض كان في حفرة كبيرة عميقة جدا ونشوف المناطق الزراعية اللي فوقها كانها زر قول يا رب دي مساحات كبيرة جدا جدا من الأشجار والزروع اللي موجودة زر والشأ هائل كبير جدا شأ جبل الفجعة كانت رهيبة ولكن يعني خلينا نقول الآيات الآيات اللي كانت موجودة عند الله سبحانه وتعالى وعند العباد إزاي إن إحنا نستغلها رقم واحد لما نيجي نحكي قصص اللي كانوا موجودين الطفل اللي طالع ولا كان فيه بقلو خمسة أيام بقلو قصد خمسين ساعة وبيطالع كانوا بيلعب الشيخ وهم بينقذوه طالع آمن الرسول وبما وزلاله من ربه عمال يقرأ قرآن بنت جاي بينها فقالت قولها تكلي قلت لهم قالت رون انت شفتوني وأنا باكل شفت الضوء كان بيجي يأكلني فيه ضوء كان يجي يأكلني طفلة خمس سنين مش طرف تألف حكاية يعني فيه ضوء كان بيجي يأكلني آيات 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 ويعني سبحانه اللي جاي يقولك أنا بصور الفيديو ده وتقول أنا بضلت عايش ولو شفتوه بقى أنا بضلت عايش ومصور هو جوه تحت الأنقاض ومصور لما طلع تاني وبيحمد ربنا ازاي تصغر الدنيا زي ما قالت أستاذة مونة في المقدمة تصغر الدنيا في عين العبد بكل ما فيها أم بتقول أنا اشتريت بيت قولت اجهزه بنتعي عجهزة غرفة وبتتصل بها بتعمل لها مفاجأة لقيت وقعت بالبت يا رتني ما شاء بتقولك شاء العمر واحد من يطلع يسلم السلطات مليون ومئتين ألف دولار قاعد صاحبهم ده يجمع فيهم قد ايه دنيا تصغر الدنيا لكن لما بنيجي نتكلم على موضوع الزلازل بنيجي نتكلم على موضوع الكوارث الكونية في كذا نقط احنا محتاجين نتكلم فيها يعني أنا عما نيجي نقول مثلا مع أولادنا أو مع نفسنا خلينا نقول الأول إيه اللي يتحكى وإيه لما أكلم بحكم ان احنا برنامج أسر يا سيد المنا وبحكم ان احنا أمهات إيه اللي يتقلل أولادنا قبل سنة سبع سنين وبعد سنة سبع سنين وعلى سنة 12 سنة أو 11 سنة لو كان مراهقة مبكرة إيه اللي يتقلل أولاد رقم واحد رقم واحد قصة سيدنا موسى والخضر قصة سيدنا موسى والخضر احنا اتكلمنا فيها قبل كده ولما بنيجي نتكلم عن الابتلاءات وحكمة الله عز وجل لا كنا بنتكلم عن اسم الله الحكيم العليم وقلنا فعل الله عز وجل من أفعال الربوبية الفعل الله سبحانه وتعالى حكمة بالغة خير المطلق وحكمة مطلق بتوقيت يعلمه الله في الوقت اللي يعلمه الله لما بنيجي نتكلم عن قصة موسى والخضر وبنقول في قصة موسى والخضر رقم واحد قتل الغلام شر شر زي قتل طفل بريء وهكذا ولكن كان خير فالخير ممكن يجي وده أول معنى أقوله لنفسي والأولادي ولو سمعني أمها تسمعي مني وقولي الأولاد لو أنا جاي بتكلم عن قصة موسى والخضر أول حاجة أن فيه خير في الشر ده ولكن نحن لا نرى لا نعلم فهو خير مؤجل وما بيجي يتكلم نحن لا نرى يجبني للنقطة التانية الحواس الخامسة وده اللي أقولها لقبل سنة سبعة سنة الحواس الخامسة العين ترى والأذن تسمع ولكن لها قدرات محدودة لأن أنا عندي قدرات محدودة أنا مش شايف اللي وراء الورق ده مش شايف اللي وراء الكاميرا ده مش شايف لو حطيت كده مش هشوف قدرات محدودة وفي حاجات حوالينا إحنا مش شايفينها خلي بالكوا التدرج الفكري والعقلي مع دماغ الطفل والله مع دماغنا والله مع الكبار اسمعوا فلما نقول إن أنا عندي حسة البصر لكن في حاجة اسمها البصيرة حسة السمع ولكن في حاجة اسمها الإنصات وخشوع القلب وإنصات القلب أقوله قبل سبعة أيوة ففي حاجات قدرة إحنا عندنا نعم ولها قدرة ولها قليات تفعيل ولكن قدرتها محدودة عند خط معين لأن في حاجات إحنا منشوفهاش ونطلع منها على إيه قصة موسى والخطر قصة موسى والخطر إن إحنا عندنا إن فيه فعل قدامنا بس الخير بتاعه إحنا لسه مش شايفينه على قدهم على قد سنهم واطلع وعلي المعنى شوية اللي هو بعد سن سبعة سن سنة سنة تمييز وما اطلع بعد كده إيه اللي ممكن أستفيده من حكمة ربنا سبحانه وتعالى حكمة طيب أقولك إيه طيب هدم الجدار ده بدول يتيمين همت والجدار كان فيه خير آه وخير التاني اللي أعم منه مؤجل يبقى الخير الشر اللي انت شايفه شره هو خير المؤجل ده اعتقاد المؤمن والخير اللي انت شايفه خير له خير مؤجل أعزم منه يبلغ أشدهم ويستخرج كنزهم طيب خرق السفينة خرب وشر وإزاي ويتمى ومش عارفة لكن كان لهم حد صالح فربنا ليه أصي كان فيه ملك يغصب وكان ياخد كل سفينة غصبة ورقهم فهنا أعملها فقد ضرر بسيط لكن بعده الخير الكبير أبشركم أبشركم يا أهلي سوريا أبشركم يا أصحاب اللي ابتلقوا أصحاب الزلزال اللي جوه تعدوا لأمر جلل وبكرة أفكركم تعدوا لأمر جلل مصر الآية بتقول إيه إيه مستهم البأساء حصل والضراء حصل وزلزلوا كان يقصد طبعا فيها بتأسير زلزالة القلب وزلزالة الإمام ودول بقى زلزالة قلب وإيمان وخوف وزلزال متى نصر الله مش ده السؤال شوفوا اللي بعده قال إن نصر الله قريب ده اللي منتظرين تعد والجل اللي جاي ده الجلي اللي شافي الأهواء دي أنا هفرجي الفيديو أنا معرفش الكاميرا هتبقى معانا ولا لأ لو المخرج معرفش ياريتني كنت بعدتالك قبل كده هوريكي فيديو دلوقتي اسمعي بس الطفل بيقول إيه بس أنا هحاول إن أنا جيبها بس يعني إيه أهو العالمين هاي بردتوا العالمين الشي بيكتوك ما حدا يموت الكاتب لا يموت أخواتي كتب لهم لا تماتوا الله يحاول أخواتي المصادر أختي كان برد معي قلت الله تعبرت جمري مانا ما بركت ما ردت عكلا لأنه رب العالمين كتب لك كتب لك وعد جمي كتب هيك أخوي هذي كمانا الشتغير قالت له ما حتدي عنا ما حتدي عندي وأخوي الحمد لله ما صابش بيت بدي والله ما حال أنت صابك ما عدا الفتح كتن راسي وأصحف إمامة الطيب هاي أن رب العالمين راناتو يا عليك رب العالمين تشب يكتب اللي بتو يموت ولي بتو يعيش هاي إرادة الواحد أحد الواحد الأحد ايه الواحد مثلا هيا كافر أنا بس عايزة 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 أقول لكم أما يبقى ده طفل أما يبقى ده طفل إرادة رب العالمين عقيدة أصول الإيمان الستة ده سنه كان ده سبع ولم الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بالقضاء والقدر اللي منها إرادة رب العالمين القدر خير وشر لاتنين الخير هنمؤمن به والشر مؤمن به إرادة لو ربنا كتب خلاص لأنه كتب لكن ما يجيش بعد تعرفين بتقول لحد الوقت يقول لك ليش ربنا وده السؤال اللي بيجينا دايما طب ما فيه أبرياء طب ما فيه أطفال عملوا إيه دول معين كأنه عقدة الزنب دي وانا هنتكلم في النقطة دي تاني لكن لما باجأتكلم الحكمة من إرادة ربنا سبحانه وتعالى هي دي بقولك قبل سنة سبع سنة واسمع كلام بقول الله هاتوك بار يسمعوا هاتوك بار يسمعوا لشاء الله عقدة دربة في الكل يبقى أنا بتكلم عن حواس الخمسة لها قدرة محدودة في حاجة وراء الحواس لكن إحنا ما نقدرش نشوفها ففيه أمور مش بنقدر نشوفها بالبصيرة أو بالأمور الغيبية وبنبه لأنه ما نفعش أتكلم عن غيبيات قوي كده أو الملاكي ساعت يتخضوا بتاع بس إيه على بسيط على حسب لوت من بعد سن التميز ببتدأ أقول إن فعل الله كله خير أو خير مؤجل وحكمة بلغة من قصة موسى والخضر والثلاث مواقف اللي كانت موجودة فيه موقفين شايفهم شر بحث لكنه وفتياتهم خير أراد ربك أن يبدلهما والتانية كان فيه ملك غاصب غير عادل مختصب بياخد كل سفينة غاصبة وأمر كان خير كان فيه جدار في أقامة واحد ساعدنا ولكن تشايفه خير لكن إنت ما تعرفش أصلا إن فيه خير أكبر منه جايلك إن فيه كنز تحته لما تكبر فدي الأمور اللي أنا استخرجها من القرآن في الموقف ده أخش على جزئية إيه بقال إيه رقم ثلاثة كيف يحدث الزلزال أنا بتكلم على سن قبل سبعة وبعد سبعة وسن التمييز وسن 12 سنة أسمعوا كلامي إزاي يحدث بطريقة بسيطة جدا الأرض قروية عبارة عن صفاقح جنب بعض بيحدث الزلزال يا إما يحتكوا ببعض يا يبعدوا عن بعض يا إما يركبوا على بعض يعني يبقوا فوق بعض كده فاللي حصل فالاحتكاج ده يحصل فيه والزلزال أمر إذا زلزلت الأرض زلزالة وأشرح وأجيب الصورة هي وأجيب تفسيرها ومعنية وأخرجت الأرض أسكبر من علامة الساعة حديث إنها بتكسر الزلازل من علامة الساعة ويقال إن ما بين النفخة الأولى والنفخة السنية أربعين كلها زلازل حتى تجلوا كل على الأرض يبقى ثباطينها ويجي الصيحة يخرجوا قياما خلاص يقولوا خارج بعد الصيحة التانية فالأصل إن دي طب ليه ربنا بيعمل كده لما بشرح ليه الزلازل وليه كذا أخش على نقطة ركثوا معايا بالله عليكم عشان الكلام ده مسلسل واكتبوا وراي كلام ده له تدريج أخش على نقطة من الحامي من الحافظ الله عز وجل يبقى أنا النعم والحواس موسى والخضر واللي ابتلقات كيف يحدث الزلزال علميا واشرح صورة الزلزالة وأتكلم عليها ببسيط على حسب كل مرحلة وبعد كده من الحامي البيت اللي يحميني والله عز وجل اسمه الحافظ الحفيز ده بمطلعين قطة عاملة كده قطة وتنوي كلب دل على صحبته بعد أكتر من شوفه من خمسين ساعة تحت الأرض صابع طالع وهو مسك لحد ما طلعه ويسقيه مية الرشيخ ودوني يا أمي يا جزلك التامي يا جزل البنت اللي طلعه والحاجة طبعا عشان الخبطات كلها عنها ورمى وجاة تقول أنا ما صليت والله ما صليت إيش الأمات الجمال دول اللي مربيين في بنت اللي عن 6 سنوات ما تزيدش عن 6 سنوات أنا ما صليت أنا ما صوعنيها يعني من الكدمات مش بتفتح أنا ما صليت أنا ما صليت دي الأم اللي بتربي أخش على نقطة اللي بعدها من الحامي من الحافظ الله عز وجل الله عز وجل يحفظنا باسمه الحافظ الحافظ وعلمه ده اللهم نسألك باسمك الحافظ الحافظ أن تحفظنا عن أيماننا وحفظنا عن شمائلنا اللهم نسألك باسمك الحافظ الحافظ أن تحفظنا من أمامنا ومن خلفنا اللهم نسألك باسمك الحافظ الحافظ أن تحفظنا من سوقنا وانا عوزه بعظماتك أنه قتلى من تحتنا ما هو زلزال من تحتنا كنت من أسبوعين بنتكلم أنه كان فيه من كتر البرد اللي موجود صليب 15 يعني لو ما تلحقوش بيموتوا من التلج ولا فيه تدفئة ولا فيه بتطلع برا التدفئة ما بتبقاش قادر صبعك ممكن يزرق ولازم تلبس بسرعة جوانتي أو تدفي أو تعمل ما ينفعش حاجة طلعه وده مقفول والعين والدنيا هيسا فلما بنجي نتكلم عن الخيمة وقلنا أن واحدة بتقول بس أنا أنا نفسي أسند ظهري بس على بقالي سنين بسند على خيم اتضح أن في الوقت دوت أن الخيمة كانت نعمة من نعم الله منسية الخيمة نعمة من نعم الله منسية مش الأبراج ولا طوابق ولا البيوت ولا الحجرة ولا الدفيات ولا كل الكلام ده ده يا قدني أن أنا أتكلم كم نعمة كل أم تعمل كده وكل عبدالله بتسمعني تكتب ورايا كم نعمة من نعم الله عز وجل حباك الله عز وجل بيها وانت نسياه لما شفنا الزلزال وشفنا الهر والناس اللي بتجريوا على السلالم واللي دورهم كذا وجرحوا قبل البيت المنظر صع البيت بيعمل كده البيت بيعمل كده ولما راحهم وينزلوا دوشة العيال نعمة في البيت وجود الحيطان نعمة في الأمن من أصبح من باتة ولا من باتة آمنا في سربي معافا في بدني عند قوط يوم حيزت له الدنيا حيزت له الدنيا في نعم عندنا دلوقتي وإحنا محاطين بيها الززادة يجي يوريك النعم ومنها نقطت ونرسل بيها التخويف المين الأحياء الموجودين دكتورة هناك كثير من اللغة تحصل نحن الآن حصل التماس مع الحديث في الأمر الإيماني والعقدي هناك من يقول أن هذا زلزال جاء لهؤلاء الناس الذين ماتوا بدنوبهم لأنه الناس عصاق وهناك من يقول إذا كان الله سبحانه وتعالى استغفر الله عادل فكيف يحدث زلزال لناس مسلمين وأبرياء وأطفال وهناك من يعني يعترض على فكرة وجود الشر في القضاء والقدر يعني هناك الكثير من الشروعات التي تحصل الآن كيف يمكن أن نسد هذه الأفواه وأن ننتبت الإيمان خليني أقول لك أن الدين كانت النقطة سبحان الله هبصي سؤالك ده كانت النقطة اللي أنا كنت أتكلم فيها ما يجي هو اللي بيحصل ده مزنوبنا؟ أصدونا سعصا مزنوبنا؟ أنا عايز أقول لكم أنه في جروب من جروبات الواطس أنا عليه من حفظة الكرآن في الجنوب التركي أنت قاعد على جروب بتاع الواطس بتاع مش عايز أسمي البلد عشان ما يزعلوش ادعوا لأختكم فلانا فلانا مفتغط التانية جاءهم الاسم من المفقودين هي وعليتها لقيت بنتي فتحت في العيار آه كانت لسه من يوم وبينا تواصلوا مش عارفة طب دي مسئولتها طب اللي كانت في الجلسة طب اللي مش عارفة ده أبغى والديني علمت لحد أما جاتش فقط لا استني 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 وراحت جابت أنت عايش في قلب الجروبات بتاعة الكرآن اللي موجودة دولت وإيه بقى واللي كانت خطمة واللي كانت خطمة واللي كانت لسه كتبة حاجة تمس الآخرة وتمس وتذكرون يا جماعة وانطلع صدقات اللي بعدين وقد بتوصي فأنت عايش حالة من حالة اللايف على الناس اللي موجود ويقول طب دولت دولت بقى كان عصا طيب عندنا العقدة اللي بيحصل أيا حاجة صلو بزنبك قصة أنت عملت زنب فالزنب دوت ودي حاجة يمكن بزنبك تيجي تسألي سؤال حتى الأطفال على فكرة يجاوبوا كانت بزنبنا وهو ليه ربنا طب زنبنا طب الأطفال اللي ماتوا دول لأ العملوا بقى لا صغيرة ولا كبيرة ولسه لم يجر عليهم القلم ولا عملوا أي معصية كان إيه يبقى الإجابة بالنقاط دي وركزوا معايا بالله عليكم لأنهم سكت حاجات مهمين جدا ليه الابتلاء نجاوب على أولادنا بدأ ليه الابتلاء أولا زي الفيديو اللي أنا ورده لكم من شوية الواحد يقول لي الله الواحد الأحد كتب بده شيء كتب من يموت من يموت تعيش من يعيش يا الله يبارك لك يد الأم يلي علمتي الولد حاجة زي كده الله يكرمك يد الأم يلي غرست العقيدة دي إيمان إحنا في الدنيا مختبرين ونرى الله سبحانه وتعالى لا يسأل عم ما يفعل وهم يسألون والنقطة التانية في الإيمان بالعقيدة القضاء والقدر خير وشر وكده إحنا في دار دي مش دار المستقر إحنا رايحين لربنا إنتي لسه إيلالي جملة إينا سمعكم هنا إيلالي أمين فاسمع منها إيلالي جملة وإحنا جايين في الأسانسير وإحنا طلعين لما موتناش إيه نموت إيه شهداء قولي قولي يا مونة عشان أننا نسمع منها شنية لما قلتلي إحنا إن شاء الله نموت في الفردوس لما كانش حياتنا لما بلغتناش أعمالنا في الحياة تبلغنا موتتنا إن هي تكون في الفردوس إن شاء الله تكون إن شاء الله تكون في محيا والممات قلتلي تكون المحيا والممات ده اللي المفروض نعيش عليه أنا عايش عشان مختبر لأوري الله عز وجل للملك والسيد الملك المرب القيوم وأنا العبد أوري له مني حسن السمع والطاعة والنجاح في الاختبارات لكن ليه الابتلاء اسمعوا ستة حاجات ليه الابتلاء ممكن يكون فعلا تمحي الزنوب وتغفير مثلا مغفرة وفيبتليك فتصبر فتحتسب فطردة فيعلق فيغفر لك فيحول الأمور حسنا رقم اتنين ممكن يكون تصحيح مصار فوق فوق إحنا جالنا ثلاث كوارث ترسة يعني كارثة وعليجت فيها ناس كتيرة يعني عالج فيها ناس بالثلاث سنين كارثة حصلت مكزرة في 2013 لم نتعفى منها إلى وقتنا هذا وعليجت فيها ناس فضلوا بالسنتين وبالثلاثة واحدة من ضمن الحالات قدم رجليها لم يعني مهما تجيب منظفاته وكريماته بتاع ما بيروحش باللون بسبب الحر اللي هي كانت ماشي عليه أرض الحر حد تاني كانت الشعراء بيقع من جرد الهول لأنها جات تدوس وتعدي واحد من اللي بيموت ده فكانت بطنه هي وكانش بيموت خلص شهيد دي كارثة دي فجعة فجعة التانية لما جات الصدمات والحاجات والمجازر بتاعة سوريا جاء فترة مش قادرة أشوف وما تبقى أدريش الفيديوهات دي مش قادرة أشوف ولا أدري أسمع بس ناخد عمل وناخد خطوة وناخد الخطوة عشان كده لما يجي نقول أنا أطلع للكبار بإيه بس بذكريني بالسؤال ده إيه الخطوات اللي ناخدها عشان نطلع إحنا ككبار من حاجة زي كده لكن يبقى اللي ابتلاء يا إما بزنوبنا وتمحيص ومغفرة وإن شاء الله يبدلها سيئاتنا حسنات ويعلينا ويرقينا بسبب الصبر وليتقى رقم اتنين أصحح بيه مصار فوق فوق أنت مش جاي تعمر أنت مش جاي تخلت في الأرض كان خلد النبع السلام مات النبع السلام أنتم الخالدون يعني كارسة يعني تصحيح مصار فوق ويعود لربنا وهقولك تصحيح المصار بالخطوات السؤال دي رقم ثلاثة ساعات بتبقى اللي بتلقات لتثبيت الإنسان وتمكين لو ثبت يمكن ولن تمكن حتى تبتلى ولما تبتلى تثبت وتصبر فأرى الله سبحانه وتعالى فيبقى للتثبيت والتمكين وأنا ببشر أهل سورة وأهل لكل أصحاب الابتلاءات اللي صبروا ورادوا أن ربنا إن شاء الله هيجعل عليكم وبكرة ورقوا حاجة حلوة جدا ربنا حيفرجها عليكم الله أعلم ممكن نصر على قديكم وده اللي أنا أظن رقم يبقى أعداد وتثبيت وتمكين بعد كده رقم أربعة الله عز وجل بيعمل بتاع ساعات ليميز الخبسم الطيب طيب ما ربنا عارف ما ده برضا سيسؤال بيجي ما ربنا عارف الخبسم الطيب أيوة ولكن لتميز حتى يعلم إحنا ليميز الله الخبسم وتميز وتميز رقم خمسة ساعات تكون الحاجات دي كلها مجتمعة وساعات رقم ستة تكون غير سبب ولا نعلمها ولا نعلم الحكمة دلوقتي لكن لما نيجي نقول أحاسب الناس يطراقوا أي يقولوا أمانهم لا يفتنون هو ده يعرف كده ليه يعلماننا الله لزينا صدقوا ما قالش أمنه ما قالش إيمان في الآية دي وكانت جميلة كلمة بلغت ولا يعلماننا الكاذبين سبحان الله فهو ده الأصل أصحح مصاري علشان لما أطلع بالتثبيت والتمكين وأطلع منه إيه لي يطلعني من صدمة زي دي أنا كحد جبير إيه لي يطلعني العطاء العمل أروح للمنكوبين أشوف الدعم إزاي أجيب أنت أسرة يجايين فيها جماعة سيارة جاي حد يجي أخدهم من هطاي فيها جماعة حد مش عارفة أخدهم من كهرمان مرح طالما ربنا يقدرك على فعل خير وفعل إن شاء الله حتى تثبيت الناس تكملي لكن المهم في الأول وفي الآخر العطاء ومساعدة الآخرين هتطلعك من الصدمة واحد يقول لي أرجوك يا دكتور أرجوك أنا هناك من أول يوم أنا ما عايز أرجع أنا عايز أتكلمك وقلت له أرجع بس بس ساعد الناس ساعت ما هتساعد وطعت وتشوف ساعتها ساعت بس صلعنا يبقى محتاج كلام أدعو مسحنا وتعالى يا رب يتقبل الشهداء تقبل الموتى ويا رب يعني 80 ألف مصاب يا رب يشفي المصابين اللهم أمين أمين يا رب وأنت عرفة لبر إزاك الله خيرا دكتور